من القاهرة نضم إلينا الدكتور محمد عز العرب الباحث والمتخصص في عشون العربية بمركز الأهرام للدراسات دكتور ما هي أهم الملفات والقضايا المطروحة على جدوى الأعمال القمة بالغد هناك عدة قضايا سوف تكون موضع التركيز في جلسة المباحثات التي سوف تعقد ما بين الزعماء السلاس لمصر والأردن والعرب بالإضافة إلى وزراء الخارجية ومدراء المقابرات العامة الملف الأول وهو مرتبط بضرء تهديدات جيوب التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود وقصة تنظيم داعش فرغم انتهاء خطر الدولة الإسلامية كمشروع للخلافة وتركزه في بعض الدول العربية الرئيسية مثل العراق وسوريا بعد تكفيف المنابع في سوريا تحديدا في الأسابيع الماضية إلا أن خطر التنظيم لازال قائما وتحديدا في بعض المناطق الرقوة بشكل قاس على الحدود السورية العراقية لا سيما وأن هذا التنظيم يمصر خطرا شديدا على أمنى الدولة المصرية رغم الجهود الكبيرة والضربات الاستباقية واللاحقة التي تم توجيهها لها والملفات الأخرى وبالتالي الملف الأمني ينطوي على جانب قدر كبير من الأهمية الملف الآخر وهو الاستعانة العراقية بالخبرات العربية وتحديدا المصرية والأردنية فيما يتعلق بأعالة إعمار البناء التحتية العراقية المتهالكة منذ الاحتلال الأمريكا للعراق ولا سيما بعد تحرير غالبية المناطق من سيطار التنظيم داعش لا سيما وأن هذه القمة تأتي بعد بعض المشكلات الخاصة في إقليم البصرة وتحديدا ما يتعلق بغرق العبارة التي كانت تقل ما يقرب من مئة مواطن عراقي هناك أيضا ملف ينطوي على جانب كبير من الأهمية وهو تطوير العلاقات في مجال الاقتصاد والاستثمار لا سيما وأن هناك أحاديث متواطرة فيما يخص مد قط الأنبوب النفطي الذي يصل من ميناء البصرة وينتهي إلى ميناء العقبة هناك أحاديث تشير إلى تطويره بحيث ينتهي إلى مصر هناك أيضا أهمية لتعزيز وتطوير بعض أبعاد التبادل التجاري ما بين الدول السلاس وبعضها البعض في مجالات مختلفة التقديرات الرسمية تشير إلى أن معدل التبادل التجاري ما بين مصر والعراق يقترب من مليار وثنمائة مليون ورغم ذلك لا يعبر عن كسافة العلاقات ما بين كل من القاهرة والعراق فيما يخص دكتور محمد النقطة الثانية أو ملف إعادة الإعمار في العراق ما الذي ستقدمه القمة للعراق في إعادة إعمارها للبلدات التي كانت تحت قبضة داعش وأيضا نقطة هامة للغاية وهي الابتعاد عن الحليف الإيراني في مسألة إعادة الإعمار هناك شقيني للتعامل مع هذه المسألة إذا بدأت من الشق الثاني فيما يتعلق بالجانب الإيراني نحن نتحدث عن ضرورة وجود قوة عربية وازنة تستطيع أن توازن النفوذ الإيراني الموجود داخل الساعة العراقية وأنا كنت في زيارة للعراق منذ شهرين النفوذ الإيراني في العراق واضح وفي الكثير من الهيئات والمؤسسات لكنها تلك الهيئات والمؤسسات هناك طلب من جانبها على الأدوار العربية وما ساعد على قيام إيران بملء هذا النفوذ هو حالة فراغ القوة العربية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وقتان الأوان أن تنفتح الدول العربية وهناك مؤشرات حنست خلال العامين الأخرين من جانب بعض الدول العربية الرئيسية مثل مصر، مثل المملكة العربية السعودية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة بحيث تقوم بمثابة وبالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية للانفتاح على العراق بشكل كبير هناك سؤال حضرتك ترى في الأدوار التي تقوم بأمصر هناك دور يتحدث عن ما تقوم به شركات المقاولات وهي كثيرة من شركة المقاولون العرب فيما يتعلق بالتعامل مع تأهيل البناء التحتية المدمرة بشكل كبير خلال ما يقرب من عقد ونصف هناك أدوار تقوم بها بعض جماعات رجال الأعمال التي هي من مصلحتها الرئيسية الانفتاح الاقتصادي والتدفق الاستثماري على العراق في الكثير من الجوانب الاقتصادية هناك جانب أيضا يرتبط به تأمين بعض المناطق الحدودية لا سيما بعد فتح بعض المعابر وغصة ما بين الأردن والعراق يجعل أن هناك مصالح الاقتصادية مشتركة تعود بالنفع على كل الأطراف السلاسية مصر والعراق والأردن شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب الباحث والمتخصص في شؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات شكرا جزيلا ضيفي من القاهرة على كل ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر